موسيقى ما ضيعتنا؟ عزانة ببهد لو هتانو هتزال و هسكت؟ فين يزلوا والبهدالة دي؟ انت تاني؟ عايزة ايه؟ جاي اشوف ابني مش لما انا اتأكد الاول ان انا ابني غور بقى يا اخي عرفتني وبكرة تتأكد ان في حاجة مريبة بين حازم وحسام وتقولي فاطيمة قالت باسمين انا في حاجة مهمة قد مخبئها عليك يا عزا اقولها لك شاهلها في قلبي بس جلوقت المناسبة لنا زي ما اقولها لك شو ايه؟ انا زعلها من منك اهو يا اسمين زعلها ايه؟ هم؟ لاش انا شو عملت؟ بتعملت كتير قليل بس بصراحة انت حلو اهو يا اسمين مع الليسه دي اللي انت دربها كمان والموضوع بقى صعب جدا عني اعصابي مش اقدر استحمل المصلحة في مين بتعمل الكلامنا كله اسلحة شو هاي؟ شو؟ بنت اللي عملالي شو لدرجة انها مش لاقي كلام عقوله مالين في حاجة نعزة اولي هلك انت كل يوم عني يوم اللي قبله بتحلوة اكتر واليوم اللي قبله كمان واليه بعد والي في المصر اسمين انت سبعاني؟ Town 10 اشرت انت ازاي تبقى فى مصرمن максимو النظر انت защرهiasm انت شو خاصك اصلا اياد انت مالك حق تداخل بحياته انا مش عارف استوعب اسرق فيها ايها دا حبيبي؟ هو انت بتريدني؟ انا فيها من يوسف انت بشغلت لي اخر المفاجئات يوسف؟ دا كمان دا ايه؟ استنى انت دلوقتي يا حبيبي استنى حبيبي ايه؟ انت تعرفوا بعض من ايه؟ يوسف بعدين بخبرك بس خلينا انا مش هلق من هون انت مش تروحي فين؟ كلميني هنا الاول يا ابني انت معندكش زوها لأدب يا ابني انت بشافها عدم يا راجل؟ راجل؟ فين الراجل دا؟ انا اواريك فين الراجل ايه؟ هتتردز يا اخوك؟ ادرب منتو اظهر فلوسكم كتير وانا بصراحة بقى كيف عندي ان انا غرامك؟ واحنا معلنا الفلوس عشان نعلم على مسالك يوسف بترجيك خلاص خلينا نمشي اقسم بالله انه يلا ومش معاك انت مساحت بيك الارض وانت فاهم كويس موسيقى بتفضلي يا مادام سافي نازع اليو وثيقة التأمين على الحياة ومن بكرة طريحت تباهي قوي بسط بتشكرا معافو متشكرا قوي يا فاند شكراً للمشاهدة هي عذب هالفترة تقرب مني وما تركني بهذه الصروف من ساعتها بلش يبنيين ليهتماموا وعواطفوا وحبوا إلي بعدين طلبني لاستواج كاوستين؟ رجرتني ما عملتها كان أسوأ قرار بحياتي بأخده طلع أنساني كتير بالشعب ونادى له استغليلي وكان بيتصرفاته ويكره يوسف بالآخر ضربني قدامه ضربت؟ إزاي يعني؟ استغرب إنه بيتعلى عليهم رجالة ويدربوا مراتاتهم دولة رفعت علي قضية طلع ببيروت والمحكم طلقتني منه وينيك طب يعني مادام طلقت منه ومبديش مراته هو عايز منك إيدي الوقت هو هيك ما بحب يخسر شي بحب الشغلة تروح من بين إيدايا بس إنتا قل لي من وين بتعرفه لإياده بس إنتا قل لي من وين بتعرفه لإياده أنا خدت وقت كتير عشان نفوق من البنجي ولا إيه؟ شو يا صغير يا رين يا سين يا حبيبي أنا عايزة أنزل إلى مصر حياتك عندي يا ست بكل لو عيدك لو صحتك حلوة وتسمح هنزل بك على طول على مصر خيلت إيه مالك قاعد لوحدك كده لي في إيه؟ حبيبتال أنا كمان؟ الحمد لله طب منين أنت عقبارك؟ تمام، تقريباً يعني جبت كل أجهزة لعيدة تقريباً بس يعني جهاز المنظر هيتأخر شوية بس يعني عادي ممكن أشتغل من غيره مش هتفر طب كويس بيفكريني وأنا كلمهم لك أستعجلهم رسيئة يا خيات وما كمان قولي يعني هيجبولي جهاز الألتراس ونك قرائب إن شاء الله يا يوسف جاهو يا خوايتم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله إيه مالك جد كده ليه؟ عادي بقى حصل لي موقف مش لطيف النهاردة خير؟ يد بيه؟ هو، هو كده فعلا شفت طرق متجاوز مين؟ أو كان متجاوز مين؟ مين؟ ياسمين ياسمين مين؟ اللي ابنانية؟ تخيل، أنا مش قادر أصدق يعني الموضوع بالنسباني بقى مضحك أكتر ما هو حقيقة اللي ود بعمل زعفرية العلبة، طلالة في كل حتة طب وأنت تعرف ياسمين منين؟ أنا اللي أعرف ياسمين منين؟ وأنت تعرفي ياسمين منين؟ أيها، هو كان قايل إن هو هخطبها و... وحصلت بينهم مشاكل يعني عشان هي أخلاقة مش كويسة، فسبها بس كده لا، على فكرة وده كان ده تعرف كم بيعمل فيها إيه؟ كان كل يوم بيضربها وفيها يا جباة إزاي الوده في يوم من اللي أيام كنت بعتبره صحب؟ طلع مجنون، كل شو يرتبط بواحدة ويعدي عزب فيها وما تجاوزاش؟ إيه الأعرف ده؟ ما فعلا أنا أعرف؟ ما مش طبيع يا جماعة، أنا مصحف ما طبيعي ما فكرة مالك؟ ياسمين كلمتلي محامي في لبنان عشان اسأله على الموضوع بتاعي وقال لي إن هو قرايب هيرد علي بس ما بدأين كده قال لي إن هو فيش أي حاجة عن الموضوع ده ولا عمر سمع عنه ولا حتى في البرايب شكرا قبيوس فنعرفة تعبتك معي في الموضوع ده وعلش نقص لا خلص، ولا أهم طيب أنا فاستأذنك وهطل عنام لأن أنا صبح بلفي ما سترايح تشفرس أسبوع على خير نتي ونهار أسبوع على خير يا خلي، مالك أنت كمال؟ مالي، تعرفش أخوك حزن بيا عمل معا إيه؟ أعمل إيه كمالا تسلم إيه ده، إنما قولي أنا عم بشفت خط الأجازة ولا حتى روحت فيها بلاتك اروح فين عم حزن، ده أنا مقطوع من شجرة الفيلا دي بيتي، تعرف أنا لو روحت البلد محدش رعرفني أخذ أجازة بقى وروح فين، ملاهي؟ ولا روح أبقى زعل شوقت لتشين وامش كده بس السيطة عسمة الليمون دول بقت أخذ أجازات كتير، إيه الحكاية؟ أنت عندك حق، مش أنا قلت لك؟ السيطة دي شكلها مش مظبوطة، عادي تقول التقلات، التقلات لا عمي شبها في حالها، دي سيطة غلبانة ناوي أعمل كده لما أرجع إن شاء الله دي الله سلام دلوقتي بقى لحسن مستعجلة، باي يا صباح الفل صباح الخير يا بابي، اللي فيدك دا يا بابي حزاري فزاري، الحاجة لك هتطلبها حبيبت بابي رب اللي يخليك لها يا بابي يا رب يخليك لها يا حبيبتي، بس عشان خاطري، توايديني، بلاش الموضوع اللي انت كنت عايزة تعملي بيها ده ها؟ حاضري يا بابي خلاص، هعتبر دوعت؟ إن شاء الله ديش يا أمر، باي 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 موسيقى الستي نسميها يا عسبة وقد أجزيتها على طول، وسايبة الشغل علينا احنا؟ هنعمل ايه يا عما عبدو؟ بس بيني وبينك؟ الصراحة يعني؟ غيابها أحسن، على الأقل لدينا مرتاحين منه الشهر يا ساتر، ده انت قلبي كي سود؟ الغريبة بقى إن استيدي دي ما كانش بتاخد أجازات خالص إيه اللي حصل لها فجأة أموت وأعرف دي بقيت بتغيب أكتر ما بتجي الشغل الظاهر كده الله وأعلم تكون لقت شغلانا في حتة تانية مرتبة أحسن؟ وهلت تجرب كم يوم؟ بدك بتسيب هنا وترجع تندب؟ ليه بقى لا طالب بلح الشام ولا عينة باليامن؟ والله عندك حق مش بيعد تكون بتعمل كده مثل أنا عرفها دي ناصحة يالله بلاي ابتدارة من حقه ستجربة بداية لسردت تحليل أوة نسي قبل هل يظيف يسرد تخلق؟ بسردت مساعدة قتننا براوية موسيقى 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 ماذا هتفعل اليه النهاردي؟ لا يوجد أخرج مع صاحبتي أميرة شابين أيضا؟ اه يعني ما أنت عارفين هي يا بنتي؟ تبتزوج؟ ونتقل مدايقك اتنين صاحب راحين يعملوا شوبينج مع بعض مدايقك دفقي طب قولك إيه؟ أنا نهاردة هعد على ماما بعد الشغل يا رايك عد أختك وتجي معي كل ما بتسألني عليك ونفسها تشوفك ماشي تكلمني حب أشوف يا رايق أرو حتى الطلب داعني مش قادة هتنفذولي يا عشف ده طول الوقت اخناء ما تخليك اليزيز؟ ملاش اللي انت بتعمله ده كل مر؟ النسكافيبتة حضرتك يا مادام أرو حطي عندك هناك موسيقى 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 طميني على ماما عاملة ايه؟ طيب الحمد لله ماشي والدكاترة قاله ايه؟ طيب بايس ماشي اقولك ايه لو احتاجت الفلوس اقولي على طول ماشي وانت جنبا ماما والنبي خليها اتكلمي عايز اسمع صوتها ماشي يا حبيبي طميني على طول يا اسين يلا سلام اهلا اهلا وسهلا فريدة هاني حضرتك ده شرف عظيم منك نورتينا النهاردة تشكري قوي رب ولي خليك انا ليه حفيدة عندك هنا في الحدن؟ ايه ده معقول وانا معرفش حمزة قليل هنداوي اه حمزة على فاكرة ده من احسن التلميذ عندي في الخضانة ده فاوت شهر بثلاثين الف جنيه من محل بيرفكتايس عشان تشتري مشوية مراجيه وليعه وتحطيهم هنا في الجنينة عشان حمزة يعرف يلا بكويس مع صحابه انا مش عارفة اقول لحضرتك ايه؟ انا متشكري جدا بس ده كتير كتير قوي لا ولا كتير ولا حاجة انا انا ليه اطلب عندك؟ تؤموريني فريدة هان عايزة شهادة ميلاد حمزة اه الصراحة مامت لسه واغداها من كم يوم ليه؟ معرفش بس عموما انا ممكن اشوفلك صورة من شهادة الميلاد كويس اجل تؤموريني فريدة هان ممكن تستسوتي يا دكتور عمر وان دو تري تمام اوكي دكتور عمر تحب تتكلم عن نمعين من المخدرات؟ بصي انا هتكلم في حاجات كتير وانت خد اللي انت عايزة تمام يلا يا جميع جاهزين يلا يا دكتور عمر انا دكتور عمر الفوزي دكتور صيد علي النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مجموع من الأدوية تم منع تداولها بين الناس إلا بروشيتة طبية رسمية وده طبعا بسبب سوء استخدام الناس ليها وتناولها كمخدرات ده طبعا بسبب ان الناس بتتعامل معها انها أرخص من تابن المخدرات الحقيقية الو ايوة اهاب انا لازم قابلك النهاردة عندي مصيبة مش عارفة عامل ايه فريدة جبالي جت واخدت شهادة ميلاد حمزة ابن الحمدانة ارخوكنا لازم قابلك النهاردة اوكي باي باي ايه الأخبار يا وثانو فيك ديت في موضوع عريض روز دي؟ والله يا فندم مواضح ان احنا بنتعامل مع شخص زكي جدا حتى بيخش من أجازة عامة زي سايبر او فنادق ومعظم الأماكن دي يا فاشا بتكون ما بين المانيال والمعادي لا لا بقولك ويه شدو حلك شوية احنا شكلنا بقى وحش عوي حاضر يا فندم انا هحاول قبضي الأقصى موجودة عندي بعد ازن ساعدتك طب بس يا ستة كل المهم ان حرب يطول الليل من ساعة ما رجع وهو ملوش سيرة غير حضرتك تكون عمال يشكر فيك يشكراني ويقولي يا ريت كل زباين زي ستة ملك ربنا يخليك يا ساة متشكرة قد ربنا يخلي حضرتك يعني هو بالحق يعني حضرتك ما فتحتهش في موضوع التحليل التحليل تعملت تعملت؟ ايو عن ازنك صباح خير يا سنة صباح خير تعملت؟ لأ لسا ما قاتش طب من فضلك يعمليه في انجلة احمد رعنا صباح خير يا ملك صباح نور يا خيرت ملك في ايه؟ والله متلغمت يا ملك برضو؟ اه والله طب قولك ايه؟ ما تدلغ رحلة صيد مو غير جوه انا عارف انك غاوي صيد افكر طب انت عندك عيدة نور؟ من ده النهاردة عجازة يبا وتلو سبا ارايك موك باريس طب 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 شكرا 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 عليكم السلام، أخيراً مبروك يا مرة الله يبارك فيك نهاردة بقى عزامك على عشا لكي نحتفل بالمناسبة الحلودي لا عشا النهاردة يعني إيه؟ هتكسفيني ولا إيه؟ لا ما غير بس يا مرة مش كل حاجة تقعد تحسبلها وتفكري في قبل أن أتعمليها أعملي الحاجة مرة واحدة نوعات تتفكر وتحسبلي الحاجة حتى بعد ما تعمليها مش هيبقاليها طعام حتى بقى مسخة قعدها تتلات فيلسوف بقى أنا مش مغدى بقى لي وكلمي على السعادة والتثاوم والكلام اللطيف ده تصور أخنا عدين؟ ماشي موفقاً أولاً بقى تأتيك سودة يا من الكلب بقى تأتيك سودة يا من الكلب علو أيوة أشرف يا حبيبي أخبارك إيه؟ كويس قولي بقى هتجي تتعشى معي النهاردة؟ طب كويس قوي قولي مراتك هتجي تتعشى معيك ولا زي كل مرة؟ معيش يا ماما على معدن باي باي ده واضح لمنتك بتحبك أول أعمل لاش غيري بقى تمندكش إخوات؟ لا خالص ولا بنات ولا أولاد مش باين عليك مش باين عليك يعني بتاع الشغل وراجل كده فبالشك لك أنك متدلع ما هي يا ماما بقى من وانا صغير كانت عامل حسابها بقى أن أنا وحيد والعيلة كلها عمالة بتقول لها أنت حتدلعيه فأعملت العكس كانت بتقسى عليها جدا عشان تطلع لي ناشي في كده وفعلاً دلع حصل كنت متفوق ودخلت كل ايد هندسة طب أقولك على حاجة لما دخلت الجامعة شرطت علي قيتل عجبلك عربية بس مش هتروح بها الكلية وبيت عشان أخرج بها أخرج بها بالليل لكن أروح الجامعة مواصلت كانت عايزيني دايماً كده أباني قدام الناس ما يشوفه ما يبانش عليها خالص أن أنا وحيدة ممتك شكلها عندها فكرة كبيرة وعرفت تطلعك رجل مسؤول وبيتحمل مسؤولية بس انت شكل في حاجة تانية بدقيك والله يا ريم العلاقة بيني وبين أروح اليومين دون مش مزبوطة يعني من ساعة موضوع السور ده كده والعلاقة بقتش لطيفة هو الشك لما بيخش أي علاقة زوجية صعب يطلع منها طب ما ترى الموضوع كبر كده وانا مش واخدة بالي طب ليه قلتلي نخرج النهاردة لا لا خالص ليه بتقولي كده بس المشكلة ان احنا راحين لماما النهاردة وهي أصلاً علاقة أروح وماما مش لطيفة في المطلق فما بالك بقى ان احنا راحين لها واحنا متخانقين ربنا يشتر أيوة خالد فيه إيه؟ بنتك فيه ما جاتش لحد دلوقتي بقولك يا مرفت أنا طول النهار وأنا عمال أفكر وقلت أنسى بحل ان احنا نعزل من هنا نعزل في حتة بعيدة خالص طب ما احنا قلنا هجيب عنواننا من المدرسة؟ لا ما احنا مش هنبلغ المدرسة يا حلوة ان احنا غيرنا عنواننا طب والباص بتاع المدرسة وصل مدرسة هتصرف هأجر التاكسي بتاع جوز البيت اللي شغال عندنا في الفيلا يروح يود الولاد ويركحهم ده آه وإبراهيم ينشي ورا التاكسي صحي عندك حق بقي الحوث اللي أنا فيها دي طب وبعدين بقى بقولك يا أنا لازم أرجع النهارة بالشغل تاني والأجازة الجاية إن شاء الله ربنا هيلاقي لها حل طب وبعدين يا هاني هنعمل ايه؟ كان لازم تأكد إنه مفيش صورة تانية من شهادتي إن بلايات في الحضانة هو أكيد الموظف بتاع الحضانة من اللازينة ده أكيد صور الشهادة قبل ما يدهانه عمر دي مجرد صورة يعني ما يعتدش بها قانونة تا متأكد؟ تا متأكد بس خلي بالك هو حيرفض وحيرفع عضية إنكار ناسك وحيطلب تحليل دي النية كمان وأنا مش هخليه يعمل الولد أنا اليوم كن أحط ابني في تجربة مؤلمة زي دي خاصة أنا أصلاً أن حمزة ما عرفش أي حاجة عن خالد غيرني اسمه حمزة خالد هيداو مش بمزاجك ترفضي المحكمة تكبرك على تحليل دي النية وأنا مش هوافق قلتلك مش هخط ابني في حتة زي دي شوف لي أي حل تاني أهربي أهربي أهربي؟ أهربي برا البلد ولما الأمور تهدى خالص كيف يرجعني؟ ما فيش أي حل تاني غير كده؟ لا أصف أخش لا أصف أخش طب إيه؟ آه خلصت خلاص يلا كفاية أنت بس نفخ أهربي بصراحة مش شايف يعني لي لازم أكل بتعملي ده؟ إحنا ضحينا عند موا معنا فكرة ما أنت عارفين؟ أنا ما بحبش أروح كده أحب أروح متزبطة شكل حلو أهربي مفروض يعني تبقى مبسوط أنا مبسوط جداً مش باين على أنا حطيب من الفرحة؟ خلاص أهر خلصت خلاص أهربي؟ أهربي أليمي أشمالي سوسف أشمالي سوسف